طيب أخبار كتير في الحقيقة معنا في حالة اليوم إحنا الأهم من نسبة لنا دايما لازم نبتدي بأخبار النادي الأهلي بتحديد الفريق الأول لكرة القدم وخصوصا أن إحنا مقبلين على مباراة من أهم مباريات الموسم بالنسبة للنادي الأهلي ليه من أهم مباريات الموسم؟ لأن زي ما إحنا عارفين الهدف الرئيسي هي بطول الدورة أبطال أفريكي موضوع كل الناس عارفه كل الأهلوية بيحلموا بالبطولة دي فبالتالي أنت مقبل على مباراة بلاتينيوم هتقولي بلاتينيوم مش فرقة القوية لأ هقولك أن دي مباراة مهمة جدا جدا أنت بتلعب خرج أرضك بإذن الله بإذن الله تعالى لازم تكسب لو خرجت من نتيجة إيجابية لقدر الله تعادل مثلا مش فوز يعني قصدي مش مخسرتش مخرجتش بر بطولة لكن في كل الأحوال لو كسبت يبقى أنت كده عندك أرياحية شوية في المطشين اللي بعديهم مع النجم السحلي في القاهرة ومع الهلال في السودان بعد الفوز عن النجم السحلي في تونس فبالتالي الفرص المتساوية عنده سلاسي أهلي نجم الهلال فبالتالي أيضا مهمة قوي مهمة قوي أن أنت تكسب بإذن الله تعالى مباراة بلاتينيوم عشان تبقى تسعى نقاط وتشوف الهلال والنجم هيعملوا إيه في السودان مع بعض وتبتدي بقى أنت تركز بقى في مطش النجم السحلي وبعديها مباراة الهلال السوداني بس التركيز هيكون بقى رياحية نسبية بعد بإذن الله تعالى ما تفوز مباراة بلاتينيوم بالتالي هي فعلا أهم المباراة أو من ضمن أهم المباراة في الموسم بالنسبة للنادي الأهلي لأن من خلالها حيتبني عليها حاجات كتير جدا سواء في فرص التأهل وحسم التأهل بشكل نسبي لأنه مش هيكون طبعا اتحسن بشكل رسمي وفي نفس الوقت تقدر تركز برضو وترجع للدور المحلي اللي انت ماشي فيه بشكل جيد جدا وتحاول تاخد خطوة خطوة في البطولتين لأنهم هدفين أساسيين جدا جدا بالنسبة للجمهور النادي الأهلي هذا الموسم وأهمهم طبعا بطول الدوري أبطال لأفريقيا بالتالي النادي الأهلي عنده كل التركيز وكل الاستعداد الجيد جدا لهذه المباراة حتى لو مباراة والنهاردة أجازة فده أيضا من ضمن الاستعداد لأن انت طبيعي أو انت تريح شوية تاخد جزء كده من راحة عشان تتجنب الإجهاد وضغط المباراة اللي بتعرض ليه الفريق خلال الفترة الأخيرة لكن في نفس الوقت انت من بعد بكرة على طول أو من بكرة تحديدا الفريق حيسفر النهاردة من بكرة تحديدا هتبتدي استعداداتك هناك في زنبابوي على مدار ثلاثة أيام أربع خميس جمعة وتلعب يوم السبت الساعة ثلاثة العصر بإذن الله بإذن الله الأهلي يكون موافق خلينا أقول حراركم سريعا بعض الأخبار الأهلي يتوجه لزنبابوي فجر غد يعني النهاردة الفريق بإذن الله هتجمع في مطار الكاهرة ساعة 11 أو 12 بالليل والطيارة تتحرك الساعة وحدة صباح الغد في طريقهم إن شاء الله من خلال الترانزيت مرتين عندك في أسيوبيا وعندك في هراري نفسها لأن في مدينة أخرى هي لحظة تصديف هذه المباراة رحلة مجهدة شوية لكن الأهلي أدهوا الفريق أدى الرحلة دي ويقدر إن شاء الله يفرح الجمهور كاتن سيد عبد الحفيز طبعا وكاتن سامير عدلي مدير الكرة ومدير الإداري للفريق سبق البعثة كابتن سيد عبد الحفيز لي تصرحات النهاردة عن مباراة بلاتينيوم قال نها مباراة صعبة جدا وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية وده الأهم بالنسبة للأهلي خلال المرحلة دي وخلال المباراة دي تحديدا قال إن الطاقس هناك جيد هو طبعا سبق البعثة فأكيد هو خلاص ألم بكل الأمور هناك والزروف اللي ممكن يتعرض لها النادي الأهلي قال لك الطاقس جيد مش نقص بس إن شاء الله أجواء جيدة خلال المباراة سبق من حيث أرضية الملعب وبإذن الله من حيث النتيجة كمان تكون لصالح النادي الأهلي قال لك كمان البرنامج الخاص بتدريب النادي الأهلي عقب الوصول حيتم تحديده من خلال مستر فيلر لما يوصلوا بالسلامة بإذن الله تعالى من ضمن الأخبار كمان في يتعلق بالمصابين حيث إن الشاحات أصبح جاهز لهذه المباراة وبيعمل بس برنامج تأهيلي النهاردة ومبارح يعني الإصابة خلاص شوفي منها تماما وكان عنده إجهاد في العضلة الضمة فبالتالي برنامج تأهيلي عشان يشارك في الموري يبقى مؤهل للمشاركة بشكل طبيعي بالتالي هو خلاص كده متاح لإنه عندك تلات تدريبات هناك إن شاء الله يكون جاهز من خلالهم حسين الشاحات وهيكون مع البعثة بإذن الله في زمبابوي نفس الحال بالنسبة لشريف إكرامي اللي كان عنده إجهاد في عضلة السمانة شوفي أيضا منها تماما وأيضا عنده برامج تأهيلية وحيكون موجود بإذن الله في رحلة زمبابوي وإن شاء الله بإذن الله نكون موفقين وفريقكم كله موفق وبإذن الله يرجع بالنتيجة المرجوة في البطولة دي بالتحديد وفي المجموعة دي الصعبة جدا جدا بالنسبة لكل الفرق سواء الأهلي أو النجم أو الهلال طيب نتمنى كل التوفيق اللي فريقنا بإذن الله في الرحلة دي وحنتابع مع حضراتكم لحظة بلحظة وأكيد من خلال كناة الأهلي كمان في كواليس وعندنا زميلنا مسافرين كمان لزمبابوي مع البحث عشان طب من أول بأول على فريقنا العزيز النادي الأهلي هناك في زمبابوي